أكرم، ما عندك مشوكلة بك يمين ففكرت في مين آرب واحد لشكله مميز خالد خلق فتح من العامة المميزة للمردهم في السموحة بس من ثلاث سنين سنة 2019 كان لسه خالد لسه طالع من من تحت السن متمر مع الفريق الأول باله فترة كان معي طبعا مدير فاني كابتن حمالة صدقي فخالد كان بيشتغل خالد عنده شخصية اللي عجبني فيه انت حاس انه فيه شخصية من النادي الأهلي اللي هو الالتزام، التركيز مع ان انت عارف كل واحد في السن ده يعني بيهزر شوية خالد طول عمره ملتزم في التمرين بيأدي التمرين زي المباراة بالزبط في وسط فرقة الاسموحة كان برضو فيها مجوم كبير جدا كان حجز مكانه بيلعب كلاعيب أساسي خالد عنده سرعات قوية جدا بيشتغل التقطات العكسية كويس جدا اختلاف بقى السنتين ثلاثة اللي انا شفته بقى دلوقتي اللي ببقى شوفه الحتة الهجومية حتة الهجومية ده بيطلع كورساته جيدة جدا فشكله اختلف الخبرة زادت انا شايف انها ان شاء الله مع السقة الزيادة ويخش في وسط تيم النادل اهل انتعارف احنا وغدينه عارس التشور ان شاء الله ياخدوا السقة دي ويبقى صفقة مهمة جدا للنادل اهل كريستو و كريستو متعارب برضو احنا عندنا مشكلة شوية كان مثل كوري بتكلم على الحتة المهاجمين بيجرب فيها كتير جرب شادي جرب محمد شريف جرب برستاو حسام حسن قبل ما انتقل اسموحة هو بيدور على مهاجم بشكل معين فده طبيعي انت راجل بتشتغل تترى 5-6 التولات فاتب اتاج مهاجم 3-4-5 اكيد بتوصل لجون كتير عايز لحد يترجم لك الحتة التاكتك اللي انت بتشتغله محمد اتضوش من نجم السحلي صفقة صغير في السن اتمنى برضو التوفيق مهم جدا كابتن اسلام التوفيق مع اي صفقة انت بتجيبها مروان انا بتابعه فترة طويلة جدا في الدورة المصري مروان احنا محتاجين محتاجين لاي في نص الملعب بالشكل ده يعني احنا محتاجين حد انا شايف ان حتى كنا بستعين قفشة وكان بستعين قفشة في حتة نص الملعب لان قفشة رجل كوير فهو تحس ان فيه حتة من قفشة لكن هو بقى الحتة ده بتاعته نص الملعب بيشتغل فيها بقى له فترة طويلة جدا في الدورة المصري بيدافع كويس جدا جدا ومهم جدا في وسط ديانج ساعة بيحصل اصابات انت عارف انزارات حتة الديفندر دي بالذات اكتر مكان في الملعب بيحصل فيه انزارات انا دايما بشوف ومعرفش حضرتك برضو معايا في هذا الامر ان الفرق الكبيرة تحتاج تدعمات كل صيف وكل شت طبعا اكيد اكيد لانه انت فجأة هو سبحان الله فجأة اكرم وكريم اكرم توفيق وكريم بالضبط اتنين اللي بيلعب واحد بك رايت واحد وانك رايت او جناح عيما الصباح بالضبط صاح ولا مسصاح وبعدين انت بتلعب في بطولات الجمهور ولسه بطولة افريقيا جاي كمان لابتلعب في بطولات كتيرة بطولة افريقيا ودوركاس ومطالب غير الكاس العالم غير الكاس القديم غير الكاس الجديد غير الهيصل اللي احنا فيها دي واللغباط اللي احنا مش عارفين ل种ه المطالب دائما بالفوز جمهورك ما بييستحملش حاجر المكس بذها تخلق يعني لا يعيب العيبة اللي عندنا بالعكس ده بيزيد الحماسة وبيزيد التنافس وبيزيد أنا عايز ألعب أنا ما بلعبش الوحدي أنا ورايا اتنين ثلاثة بيدبدبوا زي ما دايما كانوا بيقولوا لنا في الكون التنافس ده بيعلي المستوى بيخليك أنت تركز بتعرف أن أنت مش لوحدك في المكان ده أنت لو كسلت شوية هتلاقي حد تاني عنده طموح نوبة بأساسي في الفرقة فهو ده هي دي فرقة النادي الأهلي كان في 25 أو 30 لعيب كلهم في نفس المستوى فرقة حاجات بسيطة جدا أنت بتشتغل أو أنت كمدير فني بتختار مثلا مهاجم بيلعب ما هو كويس بتختار مهاجم بيقف على كرة كويس بيبقى عندك تنوع في اختيارك للعيب نفسه ده المدير الفني الزكي لو بيختار كل أنا عندي مثلا جناح مهاري عندي جناح بيعمل كروسات كويس فلازم يكون عندي تنوع في اختيار للعيب عند العيب نص ملعب بيقطع كويس عند العيب نص ملعب بيقف على كرة كويس ويمسك الكرة ويباص مهم جدا كمدير فني يكون عندي جميع كل النوعات اللعيبة لعيب كوير لعيب يخبط لعيب هداف هي دي الفرق كبيرة صحيح طيب من وجهة نظرك إلى أي مدى تطور لعيب تداد الأهلي مع أمارسيل كولر والله يبسي فيه مشكلة بس كابتن إسلامي اللي هي الألأ فيه ألأ شوية مش من لعيبة الناد الأهلي لا من الجمهور الناد الأهلي أو كل مرين سامل الناد الأهلي الجمهور ده هو العامل الرئيسي والأساسي لكن في النهاية المدير الفني هو من يضع قناعاته اللي اقتنع بيها مجلس الإقدار عشان كده جابه خلي بالحضرتك أكيد في عالم السوشال ميديا دلوقتي السوشال ميديا بقت مؤثرة جدا لكابتن إسلام طبعا بس من الحاجة الكويسة إن احنا مدير فني أجنبي دلوقتي السوشال ميديا بتحكم مع أي مدير فني لو مصري بتلصر عليه بتقلقه يبقى غلطان في بقى مدير فنيين أجنب بيوصلهم الكلام وانت عارف دلوقتي السوشال ميديا بتأثر كتير جدا نهاردك لاتن برجا كابتن وصلوا كلام يعني وصلوا كلام وصلوا اتقالوا انا تهنت واتقالوا على كذا وابقيت أعضاء مجبس ودارة الاتحاد قالهم انا تهنت وانا سمعيتي وانا على فكرة انا بس محبتش اقول هذه الكلمة عشان ما يقولكش ده بتقول غير لك وقالك واتكلم كده قالي ان قناة الاهلي مثلا ان ما بيجوا بيانتقدوا لكن عمرهم ما بنتجاوز بعمرهم ما حنتجاوز بانتقد شغل بانتقد شغلك يعني انت ممكن تبقى معايا النهاردة انت بكرة مثلا انت مدير فاني عادي جدا عادي جدا طلعت بكرة غلطت في حاجة هقول ان انت غلطت في نازمة يعني ايو ايو انا بانتقد شغل بانتقد موقف بانتقد لعبة لكن ما انتقدش شخص صحيح لا ما تجاوزش في حق شخص بالزبط كده هو ده الفرق لكن طبعا السوشال ميديا مؤثرة وكل حاجة ولكن في النهاية لها دورها الإيجابي واللي دايما هيظل موجود ولكن انا كمدير فانا بشوف ان المدير الفني اللي يضح